حدثنا سريج ويونس قال حدثنا حماد يعني ابن زيد حدثنا أيوب عن أبي قلبة عمالك ابن الحوير في الليثي قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة قال فأقمنا عنده نحوا من عشرين ليلة فقال لنا لو رجعتم إلى بلادكم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما فعلمتموهم قال سريج وأمرتموهم أن يصلوا صلاة كذا حين كذا قال يونس ومروهم فليصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم حانا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن خالد عن أبي قلبة عن مالك ابن الحوير في وهو أبو سليمان أنهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم هو وصاحب له أو صاحباني له فقال أحدهما صاحبين له أيوب أو خالد فقال لهما إذا حضرت الصلاة فأذن وأقيم وليأمكم أكبركم وصلوا كما تروني أصلي حسن يحيى بن سعيد عن شعبة حدثنا قتادة عن نصري بن عاصمين عن مالك ابن الحوير في وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا دخل في الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع إلى أذنيه حسن وكيع حدثنا أبان بن يزيد عن بوديلي بن ميسرة العقلي عن رجل منهم يكن أبا عطية قال كان مالك ابن الحوير في أتنا في مصلانا يتحدث قال فحضرت الصلاة يوما فقلنا تقدم فقال لا ليتقدم بعضكم حتى أحدثكم لما لا أتقدم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من زر قوما فلا يأمهم وليأمهم رجل منهم حدثنا عبد الله قال حدثناه إبراهيم بن الحجاج ومحمد بن أبان الواسطي قال حدثنا أبان حدثنا بوديل مثله حدثنا يزيد قال قال أخبرنا أبان بن يزيد العطار عن بوديلي بن ميسرة حدثني أبو عطية مولا لنا قال كان مالك ابن الحوير في أتنا في مصلانا فذكر الحديث يعني حديث أبي حثنا عبد الصمد وأبو عامر قال حدثنا هشام عن قتادة عن مصري بن عاصمين عن مالك ابن الحوير في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يجعلهما قريبا من أذنيه وإذا ركع صنع مثل ذلك وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك حدثنا إسماعيل عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مصري بن عاصمين عن مالك ابن الحوير في قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة رفع يديه وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع حتى حذت فرع أذنيه حثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة عن مصري بن عاصمين عن مالك ابن الحوير في أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يرفع يديه حيال فروع أذنيه في الركوع والسجود حثنا عفان حدثنا أبان العطار حدثنا بوديل بن ميسرة حدثنا أبو عطية مولا منا عن مالك ابن الحوير في قال كان يأتنا في مصلى ناف لما أقيمت الصلاة قيل له تقدم فصله قال ليصلي بعضكم حتى أحدثكم لما لا أصلي بكم فلما صلى القوم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زار أحدكم قوما فلا يصلي أن بهم يصلي بهم رجل منهم حدثنا يونس حدثنا حماد يعني ابن زيد حدثنا أيوب عن أبي قلبة عن مالك ابن الحوير في الليثي أنه قال لي أصحابه يوما ألا أريكم كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وذلك في غير حين صلاة فقام فأمكان القيام ثم ركع فأمكان الركوع ثم رفع رأسه وانتصب قائما هنية ثم سجد ثم رفع رأسه ويكبر في الجلوس ثم انتظر هنية ثم سجد قال أبو قلبة فصلى صلاة كصلاة شيخنا هذا يعني عمرو بن سلمة الجرمية وكان يأم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال أيوب فرأيت عمرو بن سلمة يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه كان إذا رفع رأسه من السجدتين استوى قاعدا ثم قام من الركعة الأولى والثانية اشتركوا في القناة